بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام ربنا أعننا على طاعتك وزدنا تعرفا عليك حتى نزداد محبة لك يا حبيبنا الأول يا كريم آمين ورسلنا رحمة للناس أجمعين كما أرسلت أنبيئك عليهم صلاتك وسلامك أجمعين واجعلنا ربنا أسوى حسنا لمن يريد أن يحسن حالهم معك ومع نفسي ومع خلقك أجمعين أمين يا كريم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إذن التنزيل الملائكة بالروح من أمره والروح عندها عدة معاني فيها روح الله سيدنا عيسى عليه السلام الروح اللي بثها ربنا لأبينا وطيكان بشكل من طين أبينا آدم عليه الصلاة والتسليم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا هؤلاء اللي اختاروا من الله أن أنذروا الإذن هو من مهمات الرسول الكرام عليه السلام أن أنذروا وعلى دائما أهل القرآن دائما اهتمامنا مركز يسر على الإنذار لأنه وعليش لأنه كيف تنظر حال الإنس والجن كي قام أغلبهم في غيوان يعني في زيغان في تيهان في عسيان برا ساءت حاله خاصة نتواسة فقروا البلاد وهم يدعون بالليل ونهار أنهم وطنيون وأنا وأمنا وأنا لا يهديهم من الأنظيفة واقتلهم أكبر أيدي لهم أكبر أيدي منطقة بدماء الأبريع وبرعات برا شقالوا في تنزيع أنفسهم من كل جريمة وهم من الروس كبار في الجرائم بكل أنواعها نسأل الله السلام